دلوقتي انا لقيت طفلي عنده التهابات شديدة جدا ومش قادرة روح لدكتور ايه الحاجة المفروض تبقى عندي في البيت على طول اقدر استخدمها لغاية لما روح للدكتور لانه معظمنا لما بيبقى عنده حاجة بيجري روح الصيدلية يطلب طب لو مش قادر ينزل فايه الدواء اللي دايما اثناء فترة الرضاعة والطفولة المبكرة تكون عندي في البيت امان ليا كامة حديثة اقدر استخدمها لو حصل ده واستخدمها ازاي بص يا حاجة هقول على اسم الكريم بس بشرط فيه التهاب هستعماله مؤقتة لغاية ما روح للطبيب بس ما مشيش عليه على طول اللي هو كريم دكتا كورد لو لقيت البيبي عنده التهاب في منطقة الحفاظة ولد او بنت بروح ده منه صبح بالليل هيستريح واروح للدكتور عشان ديه لان احنا كدكتة امراجل ديه سعب بنكتب برضو تركيبات دي صعب ان اقولها دلوقتي بتبقى مضطفة بتطيع برضو الالتهاب بين الادوية لكن دايب عندي في البيت في الدولاب بتاع الحمام كده اسمه تكتا كورد بس تخدمه عند اللزوم فقط يوم او يومين ما زودش عن كده لغاية لبروح للدكتور حاجة طلبتي اسعاف اولي ده هيبقى اسعاف الاولي واغير كتير يعني بدان فيه التهاب ما سيبش بقى الحفاظة على الطفل فترة طويلة ما استناشتما يعني اتبال اشيل على طول اه لو بنقول غالية بقى ومش قادرين نجيبها ونفضل سايبين الطفل بيها طول النهار لا ده كده حرام تنفي وصايا حسمه